السلام عليكم سواء عنده متابعين أو ما عنده متابعين لازم يتكلم عن هذا الشي لازم يدعيه لهم بالعلن هذا الشي يوري الأجانب أن هذا الشي ظلم الذي يحدث لفلسطين صورة نمطية التي يمسوينها الأجانب قبل عن إسرائيل وفلسطين أن إسرائيل هي المسكينة أنا لا أريد أن أتكلم بهذا الشي أسواضح لكم لو تتابعوا في هذه الفترة كيف يظهر الأجانب أن فلسطين هي المظلومة فبإذن الله النصر قريب بإذن الله أني احتريت وأنا قاعد أتكلم من الأشياء اللي قاعد أشوف في السوشي ميديا عن فلسطين فيارب يا كريم أنك تقبل دعاءنا يا رب طيب نتكلم عن المقطع ليش قاطعني القناة كل هالفترة بسبب كل بساطة النت النت يا جماعة في هالفترة أقسم بالله من أسوأ النتات اللي قد تتربتها في حياتي كم لي في اليوتيوب فوق عشر سنين نت كل بساطة كل فترة ينزل أقل 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 منفرض أنها يصير أفضل لا أنا عندي أسوأ جربت كل أنواع الشرائح جربت كل أنواع النتات جربت كل طريقة في بالك أنت الحين والله ما ديش أقول صراحة غير إن شاء الله أني يضبط النت وأقدر أصور والله العظيم ما أقدر أصور والنت متى يضبط بعد ثلاثة الفجر ثلاثة فجر من يصور ثلاثة فجر لين عشر الصباح بعدين يصير النت سيء مرة ثانية هذا الوقت أكون نايم فيه أو كما أشغل فيه فما أقدر أصور في هذه الفترة مين يصور الفجر بزعج الجران بزعج جلاهل بزعج الفكرة بإذن الله بني راجع للقناة لو أسهر أواصل بس عشي أصور ما عندي مشكلة خلاص هفول لي الطفحة الكيل لما أنا فكرت في هذه الفترة أني يغير محتواي كامل حسيت أني لا غلط أني يغيرك كامل لا أني أشطح بشياة بين فترة وفترة أوكي فهذا الشي اللي بإذن الله بيصير فأي أحد عنده فكرة أي أحد عنده شي يبينا صورة يكتب لي تحت في الكومنتات ويعطيكم العافية وما أدري كم من مدة المقطع صراحة سبع دقائق أصور شاء الله أنه يطلع دقيقة بإذن الله أشوفكم على خير ترقبوا المقطع الجاي بإذن الله سلام